السلام عليكم أعزائي طلبة الأول الثانوي سنكون اليوم مع بداية حل تمارين الأكتيفتي بوك قبل حل تمارين الوحدة الأولى سنكون مع اختبار أولي أو اختبار مبدئي هذا الاختبار لتذكيركم ببعض المعلومات من الأعوام السابقة بسم الله نبدأ ثم أعد كتابتها باستخدام جملة الوصل المعرفة المناسبة ماذا كانت ديفاينين ريلاتيف كلاوز؟ هي الجملة التي نستخدمها لشرح ما قبلها باستخدام ضمير الوصل كانت لدينا الضمائر where تستخدم للمكان حيث when تستخدم للدلالة على الزمان عندما who تستخدم للعاقل الشخص الذي أو التي أو الذين لدينا في العمود الأول بداية الجملة ثم أداة الوصل ثم تتمت الجملة لكن جميعها مكتوبة بشكل عشوائي علينا أن نجد أداة الوصل وتتمت الجملة المناسبة للقسم الأول لكي نعرف أداة الوصل المناسبة علينا أن نختار الجملة المناسبة لتتمت هذه الجملة لدينا السباح سبح على كامل طول نهر الأمازون هذه الجملة لا علاقة لها بالفنان ليناردو دافينشي إنها نادرة ما تمطر أيضا لا علاقة لها كيف تستخدم الجميع؟ وجدوا في مصر نحن نتحدث هنا عن شخص مفرد كريب ديسكافوري اكتشاف عظيم البنسلين البنسلين دواء هام جدا اليوم هذه المعلومة نعرفها من رسم الموناليزا إنه ليناردو دافينشي تبقت لدينا هنا الكلمة كلمة الوصل المناسبة نعود للجملة ليناردو دافينشي كان الفنان ثم رسم الموناليزا المنطقة إن نقول كان الفنان الذي رسم الموناليزا مع الإنسان مع الأشخاص نستخدم هو إذن ليناردو دافينشي كان الفنان الذي رسم الموناليزا الزمرد أحجار كريمة ما بها؟ لدينا هذه المعلومة أخذناها سابقا وجدت أولا في مصر إذن الزمرد هي أحجار كريمة والتي وجدت بداية في مصر هنا نتحدث عن أشياء نستخدم معها ضمير الوصل إذن امراض هي أحجار كريمة والتي وجدت بداية في مصر هنا نتحدث عن أشياء أستراليا هي بلد ماذا؟ لدينا إنها نادرا ما تمطر أستراليا بلد موقع مكان إذن نستخدم معها أمود عام 2007 كان العام ما الذي حدث في هذا العام؟ السباح مارتن ستريل سبح على كامل طول نهر الأمازون. وهنا تاريخ. إذن عندما 2007 كان العام عندما سبح مارتن ستريل. إذن نقول 2007 CE was the year when the swimmer مارتن ستريل. طبقة الخامسة Sir Alexander Fleming was the doctor. Great discovery penicillin. طبقة لدينا whose great discovery الذي اكتشافه العظيم ملكية تابعة لهذا الشخص. اكتشافه هو. إذن whose تدل على الملكية. Sir Alexander Fleming was the doctor whose great discovery is a very important medicine today. نقرأ الجمال كاملة. Leonardo da Vinci was the artist who painted the Mona Lisa. Emeralds are precious stones which were first found in Egypt. Australia is a country where it rarely rains. 2007 CE was the year when the swimmer مارتن ستريل. Sir Alexander Fleming was the doctor whose great discovery. Exercise 2. Complete the following dialogue using the phrases in the box. أكمل الحوار التالي باستخدام العبارات في الصندوق. لدينا how about ماذا عن؟ Let's. دعونا نفعل. Why don't. لما لا نفعل. Shall في بداية الجملة. هل لا فعلنا كذا. وتستخدم أيضا للسؤال بمعنى سوف. أحمد. What for us we do this weekend. ماذا نفعل في نهاية الأسبوع هذه. إذا كنا نعرف معاني هذه الكلمات أو العبارات لن يكون الأمر صعبا. هل نقول. What. How about we do. ماذا. ماذا عن أن نفعل. What. Let's. We do. ماذا. دعونا. نحن نفعل. في عطلة نهاية هذا الأسبوع. Let's. نبدأ بها الجملة. كذلك. How about. Why don't. لما لا. أيضا بداية سؤال. Shall. سوف. What. Shall we do this weekend. هذه الكلمة مناسبة. ماذا يجب أن نفعل في عطلة نهاية الأسبوع. جمال. فراغ. Staying in and watching a film. Staying in. البقاء في الداخل. أي البقاء في المنزل. ومشاهدة فيلم. لدينا staying. تنتهي ب-ing. وإشارة استفهام. How about. Staying in and watching a film. ماذا عن البقاء في الداخل. How about. دائما تليها كلمة تنتهي بال-ing. How about. Staying. How about. Playing. How about. Reading. إذن ماذا عن البقاء داخل المنزل. I would rather go out. أنا أفضل الخروج. We go to the beach instead. Instead. بدلا من أو عوضا عن. إذن. ماذا عن البقاء. أنا أفضل الخروج. هنا لدينا عوضا عن. We go to the beach instead. لما لا نذهب إلى الشاطئ عوضا عن ذلك. لماذا لا. Why don't. Why don't we go. That's a great idea. تلك فكرة عظيمة فراغ. Go. تبقى let's. Let's go لنذهب. بعد let's دائما الفعل مجرد. و let's هي عبارة عن let us. دعونا نذهب. Exercise 3. Put the following words in the correct category. ضع الكلمات التالية في الفئة الصحيحة. Wallomy Pines Pines صنوبر إذن صنوبر Wallomy Astronomy علم الفلك Tropical مداري Marble رخام Polar قطبي Burl لآلئ أو لؤلؤ Botany علم النبات Ruby ياقوت لدينا التصنيفات Climate مناخ Science علوم Materials مواد Trees أشجار Precious Stones أحجار كريمة Wallomy Pines أشجار Wallomy أين تصنيفها هنا؟ سنضعها هنا بجانب الأشجار Trees Astronomy علم الفلك هو علم إذن نضعه Science Tropical مداري هذا يعبر عن Climate المناخ Marble رخام الرخام هو Materials مواد Polar قطبي أيضا Climate مناخ Burl لآلئ توضع مع Precious Stones الأحجار الكريمة Botany علم النبات Science علوم Ruby الياقود Precious Stones الحل مكتوب فئة المناخ Climate لدينا Tropical Polar Science Astronomy Botany Materials Marble Trees Wallomy Pines Precious Stones Pearl Ruby Page 5 Exercise 4 Combine Each Sentence A With Sentence P Using The Second Conditional إذن اجمعوا الجملتان القسمان A وB باستخدام الحالة الشرطية الثانية ماذا قلنا الحالة الشرطية الثانية؟ قلنا If القسم الأول من الجملة نضع معه Verb 2 الماضي البسيط القسم الثاني Would ثم الفعل مجرد بدون أي تغيير لنبدأ بهذه الجملة My company asked me to move to another country I refuse إذا شركتي طلبت مني الانتقال إلى بلد آخر أنا سأرفض ماذا نقول If My company Verb 2 Asked me to move to another country ثم فاصلة بعد القسم الذي يحوي إف نضع فاصلة I Would ثم الفعل مجرد Refuse To I have more money I buy a new car القسم الأول If I Verb 2 من have Had More money I ثم Would فعل مجرد Infinitive I Would Buy A new car Rain Forest Do Not Exist If Rain Forest Did 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 Then Exist Didn't Exist It Would Be Difficult To Breathe If I Verb 2 من go Went To Spain On Holiday Day فاصلة لا تنسوا الفاصلة I Would Visit Infinitive مجرد Alhambra Palace هذه الحلول مكتوبة الكلمات الملونة هي التغييرات التي أجريناها وضعنا if ثم Verb 2 فاصلة Would فعل مجرد يبقى كما هو Infinitive If If My Company Asked I Would Refuse If I Had More Money I Would Buy If Rain Forest Didn't Exist It Would Be If I Went I Would Visit Exercise 5 Find 5 words that are related to global warming جد خمسة كلمات مرتبطة بالاحتباس الحراري Then Write them down ثم أكتبها عليكم أن تجدوا أحرف متتالية تشكل كلمة لها علاقة بالاحتباس الحراري إما أفقيا أو عموديا الكلمة الأولى هنا لدينا واضحة Extinction الإنقراض لنجد باقي الكلمات الكلمات هي Extinction الإنقراض Clear نقي أو صافي Organic عضوي Conserve يحفظ Deforestation إزالة الأشجار Forest غابة Forestation أي تشجير من أجل الغابات Deforestation عكسها إزالة الأشجار Exercise 6 Read the dialogue between ندا and فاطمة About Antarctica اقرأ الحوار بين ندا وفاطمة عن القارة القطبية الجنوبية Then Put the words involved in a sentence of your own ثم ضع الكلمات بالخط العريض في جملة من إنشائك لنقرأ الحوار ندا Did you know that the coldest temperature ever recorded on earth was minus 89.2 degrees Celsius in Antarctica? هل عرفتي أن أبرد درجة حرارة سجلت على الإطلاق Recorded سجلت تم تسجيلها على الأرض كانت ناقص 89.2 درجة سيلسيوس في القارة القطبية الجنوبية فاطمة It must be the coldest continent on earth لابد أنها القارة الأبرد على الأرض ندا It is إنها كذلك People don't inhabit Antarctica الناس لا يستوطنون القارة القطبية الجنوبية إنهابت يستوطن يسكن فيه But sometimes scientists live there for a few months to do research لكن أحيانا العلماء يعيشون هناك لبضعة أشهر للقيام بالأبحاث What about animals ماذا عن الحيوانات Whales, seals and penguins are the most common animals in Antarctica الحيتان الفقمات والبطاريق هي الحيوانات الأكثر شيوعان في القارة القطبية الجنوبية However, most species can never survive in such conditions غير أن معظم الأنواع لا يمكن أن تنجو في ظروف كهذه I heard that only about 4% of Antarctica is not covered with ice لقد سمعت أنه فقط حوالي 4% من القطب الجنوبي ليس مغطم بالجليد That's true ذلك صحيح The ice on Antarctica is 90% of all the ice on the planet الجليد في القارة القطبية الجنوبية يشكل 90% من جميع الجليد على كوكب الأرض على الكوكب If that melted لو أن ذلك ذاب هذا الجليد لو أنه ذاب It could flood about a quarter of the earth's land surface قد يفيد أو يشكل فيضانات على حوالي ربع مساحة اليابسة على سطح الأرض إذن هذه الكلمات Recorded تم تسجيلها Continent قارة انهبت يستوطن Common شائع Flood يفيد هذه الكلمات عليكم أن تستخدموها في جمل من إنشائكم كإجابات مقترحة يمكن أن نذكر الجمل التالية The students wrote down their scores الطلبة سجلوا درجاتهم The highest score recorded was 99% الدرجة الأعلى التي تم تسجيلها كانت 99% Australia, Tasmania and some small islands in the Pacific Ocean make up the continent of Australia Australia, Tasmania و بعض الجزر الصغيرة في المحيط الهادئ Pacific Ocean المحيط الهادئ make up to shakil the continent قارة Australia 3. Jordan was inhabited by many different civilizations in the past الأردن كانت مسكونة أو مستوطنة من قبل العديد من الحضارات في الماضي The black iris is not common in Jordan which is why we must protect it السوسنة السوداء Iris زهرت السوسن is not common ليست شائعة في الأردن لذلك يجب أن نحميها 5. There are floods every year in countries with the monsoon climate توجد فيضانات كل عام في البلدان ذات مناخ الرياح الموسمية منصون، الرياح الموسمية ترجمة نانسي قنقر شكرا